عشرون بقرش بالقرش الواحد عشرون حين كان المقرش فيه هو الفكن عفو الذي أتى علي المساة ولم ينتهي من بضع عقلي فقرر الزناب إلى السيدة فأخذ قريبة القريبة إلى السيدة باحثا عن مأوة يضمهم لينام بين هؤلاء المغتربين وهؤلاء الملفليين خارج فجود المدينة الذين ينتظرون عضايا الآخر بحثا عن نكمة عيش ولما انتهى به المطاب كانت نهايته في الميدان حيث راح تحت عجلات المدينة تحت عجلات سيارة لا تميل بين إنسان وغير إنسان فكانت قصيدته الموت في الميدان فنجد أن القصائد الثلاث تمثل متفاجئة كبرى كل واحدة منها هي قصر هذه المتفاجئة وانتهت الموت في الميدان طن ولم يتعرف على الصبي أحد غير هذه الدبابة القراء التي ظلت تكون كاملة إلى جانب استعمل نمج البنية الدرامية للقصيدة قصة الأميرة والفتاة الذي يحدثه المساء الأميرة والشخصية الرئيسة والشخصيات المساجدة والكورس والحكاء الذي ينطل المناظر فأي إذاعي وأي مفتاكن على الاتقافات وأي مفتاكن على الفنون المختلفة حين يتناول الدوان عدد من المطلقين وكل نيابة ما يلبي ذائفته الخاصة في الثنان بفن من الفنون الفنون التشكيلية وإن أريد أن أكيد فالدراسة موجودة اختراع الاندوان المدينة بلا طلب في الضوء الجماليات التلقي تناولت فيها بالتقصير الثاني لنا مصر جميعا فنحن أمامك شاعر استثنائي بكل ما تحفظه الكلمة من معاني شكراً للكلمة يا أهل الكلمة شكراً للفتحة شكراً للضمة شكراً للراوي بيت الصحراء كمنحطب عن بيت المقبوض من قلب قصير شكراً بحجم ما بين السماوات والأرض لأحمد عبد المواطع الجازي وكل ما قدمه للثقافة العربية وللشاعر العربية كلمة العربية بمعرفة الكلمة بمعرفة الكلمة بمعرفة الكلمة بمعرفة الكلمة اماما بمعرفة الكلمة شكراً للمنزل شكراً للمنزل بلسلق تبعيص للمنزل أيها الفترين من مرحلة صحيحة جزوجة تحقق الناس السلطة الموطط أهمة في نهاية التهارات الخاصة. إنه إسرعت بإدوارد سهيد الإساعدات على الإنسenin المعاركة التواريخ المعاركة. أحمد قيمات إحجازي قدرس الأمدن المعاركة 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 مع كل المساعدات عن what هذا يمكن أن يكون تنسل ومقرأتها كما يتعلق ألغاء رجال ما في الانتخابات نعم يكون في مقرأة الإطلاقية فلنهاد لكن هذا المخالب تحديم بحاجة ترموك أي شخص يتحديم مع تشعر أستطاع إليه تشعر أستطاع إليه أستطاع الهدفة أستطاع أستطاع الهدفة موسيقى